حتى لو ما بتعرف كتير عن السيارات السيارة المعي إياها اليوم بغنى عن التعريف هي أجد الطراز من رانج روفر بجيلة الثالث وهي الرانج روفر سبورت الرانج روفر سبورت مشهورة بالأداء والتصميم الحلو من هيك بيسموها The Ultimate Luxury SUV رح نبلش نحكي عن الشكل الخارجي عمشوف الواجهة الأمامية الإضاءة مش بس شكلها حلو بس كمان فيها تكنولوجيا جديدة اللي هي DLP Dynamic Light Projection فيها 1.3 مليون مايكرو ميررز تايعطو ضو أحسن وكمان ما تأذي العالم في حدا ماشي بتشيل اللايت عنه الجريل الأمامي صار أصغر وكمان الديزاين حلو إذا بتلاحظو صار كل شي محطوط قد ما فيك على الجوانب تطعطي size أكبر وتبين أحلى كله سموس ما بتشوف أشياء فيتي وطالعة كلها تقريباً وون لين حتى الرادار والسنسرز محطوطين بطريقة فيتين سيملس بقلب البومبر بنرجع ونشوف هون كمان الفتحات والفوق لايت موجودين من تحت من الجنب أول شي منلاحظو عنا ثلاثة لين الوسط من فوق وكمان من تحت وهودي بتحسن انو بيوصلوا لمطرح بيتلاقو ببعد منلاحظ انو هيدا اللاين المنفوق صار أوطى عن جيل السابق تعطيها شكل رياضي أكتر وهمكملة بالسبويلر الخلفي الزيح الموجود هون كمان صار بشكل الفيه الرنجات بمقاس 23 إنش قبل ما كان يتوفر بهذا الاس المسكة الباب عم نشوفها بتطلع وتفوت لجوه كمان تعطيها أكتر انسيابية انت وسيئة الشغل جديد بهيدا الطراز هو المهندسين تبع رنجوفر جربوا قدمة فيهم يخففوا كمية الربر موجودة بالباب فمنلاحظ انو كأنو ما في ربر والازازة بعيد 6 مليمتر عن البانيل هيدا أكيد عم بيعطي شكل أحلى من تقل للخلف التغيير الجزري اللي صار عها السيارة هو من الخلف ديزاين كتير حلو عم شوف الضو كيف هم بلش من الجنب ويكمل معنا إذا لاحظتوا اللون الأحمر كتير حلو فيهم هيدا بيرجع لتكنولوجي جديدة اسمها Surface LED اللي مستخرجة من التيفي الأولاد تيفي السبويلر كمان منلاحظوا انه صار أوطا وبالازاز اللي وراء كمان معم نشوف أبدا ربر النمرة كانت موجودة فوق صارت تحت بالبومبر كمان هيدا الشي عم بيعطي ديزاين أحلى وعم نشوف هود اللاين شو حلوين يعني عم بلشو من الجنب لهون طيعتوها شكل أعرض من تحت في عنا الديفيوزر وبهيدا النسخة ما فيه الأكزوست بس إذا كان معنا نسخة الفي 8 بيجي فيها أربعة بايب وأكيد ديجع عنا كاميرا خلفية حساسات ومن فوق عم نشوف الكاميرا للـ 360 عم نشوف دي المساحة كبيرة وكمان على الجنب في عنا هود الكبستان فينا نكبسة نوطي ونعلي السيارة للـ Easy Access نسكر الصندوق كهربائيا فلسفة رينجوفر مش بس الشكل الحلو من الخارج شكل الداخلي كتير مهم عندن خلينا نشوف من الداخل لحظت أول شي تذكيرة الأبواب شفت من الداخل كما تحدثنا انه هاي السيارة طير ديزاين حلو و بنفس الوقت فوكوس نشوف المزيج بين لون الأبيض والأسود هاي النوع جديد من الجلد اللي هو ريسايكلابل جودته عالية و بنفس الوقت عم بيعتي هاللقجري بالسيارة عم نشوفه ون مكان ما منشوف فيها هيدا البلاستيك اللي تشيب كل شيء عالية هاي السيارة بسموها 2x2 كوكبت يعني كرسين قدام وكرسين وورا بتحسوا انه الكرسة مقصومة حتى بالخلف الشيء اللي جديد كمان فيها هيدا هاللسكرين الكبيرة مقاسة 13.1 انش اكيد فيها كل الكنكتيفتي اللي انتو بدكنيها تحتها ميجي فيه كبسات لنتحكم بالاي سيارة وتحتهم عندنا الجير والستارت انت ستوب انجين وكمان هيدا الدوليب لانتحكم بالمودز للوف رود وتركولنا التحكم بالفوليوم مانيول اللي نفتتلي نظري بالداخلية السيارة هي 29 سبيكر من شركة مريديان عم بولده 1430 وات 2 سبيكر بقلب الهيدرست ورا الرأس كمان تكنولوجيا جديدة نحط على كل طاير من بره 2 سنسر عم بياخدوا الصوت ويرجع الهيدرست بيحط لك نويز كنسيليشن تشيل الفيبريشن عم تجي من برات السيارة وكمان في عنا شي اسمه مودلييتد انجين ساوند كمان هود السبيكر عم بيساعدوا بطلع صوت المحرك من السبيكرز بما انه احنا هلأ بعصرنا صار في الكوفيد وكتير صارت العالم عم تحكي عن البكتيريا وعن الفيروسز رينج روفر عم تقدم بهيد النسخة بقلب الاي سي في عنا فلتر اللي هو اير بيوريفاير عم ينقى الهوى بقلب المقصورة وهو من فلتر نانو هيدا التكنولوجيا اكيد معروفة يعني بتقتل 99% من البكتيريا كمان نظام اليكسا صار موجود بهيدا الانفوتيم سيستم تخليك كوننكتد حتى بالبيت قبل ما توصل على البيت فيك تضوي بالطف القضية تمشي الاي سي وكل هيدا الاشياء من ناحية محركات الرانج روفر سبورت عم تجي بمحرك ال V8 ال 8 سيلندر وكمان نسخة ال 6 سيلندر بلغد ان هايبريد النسخة ال 6 سيلندر بلغد ان هايبريد هي عم تشمل الالكتريك ومحرك ال 6 سيلندر منشرجها تقريبا من خمسة ال 6 ساعات بفيش عادة بقلب البيت وهيك بيكون احنا عم نشتغل الالكتريك ومحرك العادي محرك ال 8 سيلندر هو 4.4 لتر تون تيربو عم بولد 530 حصان وعم تنطلق من 0 ل 100 ب 4.5 سوانة بس السيارة عم يأتي فيها نظام اللي هو إنتيجريتد شاسي كونترول اللي هو النظام بيقدر يستشعر على 3 كيلومتر لقدام شو فيه مطبات واما كورنرز ويقدر يعدل السيارة على هيدا الاساس الشغل بعد اللي هي على كل الدوليب تتساعدنا بالاستفاف وخاصة بالمولات والاماكن الضيئة السيسبنشن هي دايناميك اير سيسبنشن وفيها دول سبرينج وبنفس الوقت تساعد للانتيرول كنترول حصة بهدي السيارة بالفيديو طبع الأفرود هو كيف يفتح الدوليب تقريبا عم يوصل نصف متر بيفتح الدوليب تا يظل يلقت الارض ويكون عندك تركشن وبنفس الوقت اذا بدنا ننزل بالماء تقريبا متر فيها تفوت بالماء هيك بيكون تعرفنا بلمحة سريعة عن رينج روفر سبورت اكيد رح يكون عندنا تجربة تانية ونسوءة للسيارة بالأفرود وعلى الطرقات اذا عندكم اي سؤال فيكم تسألوني دايريكت اما على الرابط تحت لا تنسوا تعملو لنا اشتركوا في القناة